من الرباط ينضم إلينا مشاهدين رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية رشيد لازرق سيد رشيد أهلا بك معنا كما تبعنا مع مرسلنا وفي العرض الذي تحدثنا فيه عن الأليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها المرحلة الأولى سيتم تفعيلها بشكل مباشر من خلال تقديم المساعدات العينية والمالية للمتضررين أود أن أسألك عن رأيك وتقييمك لهذه الأليا المتبعة من قبل الحكومة من حيث فعليتها وسرعة اتخاذ الإجراءات أولا فإن الحكومة اتجهت إلى نهج خطة محكمة على الاعتبر أن المرحلة الأولى كانت مرحلة البحث عن ناجين والتطبيب والعيلاز المرحلة الثانية هي مرحلة إعادة الإيواء ويجب التبييز بين إعادة الإيواء وإعادة الإعمار إعادة الإيواء تضمان إيواء المتضررين من زنزال وتأتي الميناح والأجرس والتعويض الشريع ضمن إعادة الإيواء أما إعادة إعمار فهي إعادة بناء التحتية للمنطقة وفق حلة جديدة وفق تدسين طرق جديدة ومراكز جديدة إذن هناك الآن نتحدث على إعادة الإيواء وإعادة إيواء البحث على ترميم المنازل أو بنائها فتح الطرق وإعطاء تعويضات شرية لضمان إيواء هؤلاء المواطنين على المدى القصير أما على المدى الطويل فإننا نتحدث على إعادة إعمار ما معنى إعادة إعمار؟ يعني إعادة بناء الطرق، إعادة إشتراف سيأتي وإعادة بناء الطرق لفق الحديثة وإعادة البناء لفق الحديثة وإعادة تطبيع المرحلة للمرحلة وجعل المرحلة قطباً سياحياً جادباً لإعادة دوران الاقتصادية أود أن أسألك عن نقطة أيضاً ذكرناها بأن الوزير المنتدى بالمكلف بالميزانية قال بأن يجب أن تتم إعادة الأعمار وفق الخصوصيات المعمرية لجبال الأطلس من سيقوم بالإشراف على هذه المسألة وخاصة بأنه كما ذكر المرسلنا سيتم توزيع الأموال على الأسر المتضررة لمساعدتها في مسألة إعادة الأعمار؟ أولاً هناك إشراف عملي لأعلى سلطة في البلاد هو الملك محمد السادس الثاني شيء بأن هناك خطة محكمة لأن إعادة إعمار لأن جبال الأطلس أو البناء هناك تنتج بخصوصية تقافية مختلفة يجب احترام هذه الخصوصية التقافية للبقاء على رونقها ولضامان جاذبية هذه السكان إذن هناك هذه الخطة وفقاة دولة زمنية مضبوطة وتحت الإشراف العاملي والفعلي للملك محمد السادس هل يمكن الحديث عن سقف زمني تم وضعه لهذه المرحلة؟ نتحدث عن أشهر عن سنوات؟ أولاً إعادة إيواء نتحدث على سنة في إعادة إيواء أراحضي معي سيدة الكريمة بأن المينع الشارية ستعطى لمدة سنة أما إعادة إعمار كذلك هي وفقاة دولة زمنية مضبوطة وهي خمس سنوات إذن خمس سنوات يمكن أن نرى المنطقة تغييرت في المبنى والمعنى نعم شكراً لضيفنا من الرباط رئيس مركز شمال أفريقيا والدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية رشيد الأسرق شكراً